اشتركوا في القناة معالي وزير النفط يصغي الى مطالبهم التي ما هي الا مطالب مشروعة وهي مطالب قليلة بحق تلك الجهود التي يقدمونها يقدمون هؤلاء الابطال التضحيات حتى تصل الى الوفيات في ظروف العمل الغازات السامة ظروف العمل المريرة وكل هذه الجهود التي تبذل منهم لا يوجد اي شيء او ثمن يقدر تلك الجهود للأسف لا نرى على ارض الواقع اي اهتمام بهذه الشريحة كل هؤلاء الذين ترهم يقفونها هنا في هذا المكان اتوا من جميع محافظات العراق يسهرون الليل مع النهار على مدار 24 ساعة العمل مستمر في ظروف المناخ الحر البرد في كل هذه الظروف يعملون لا يوجد اي شيء يتناسب مع هذه الجهود للأسف الاهتمام يكون بالشركات الاجنبية اكثر من الشركات العراقية المطلب الرئيسي هو التلبية للمطالب المرفوعة من قبل هؤلاء الابطال ونحن كلنا امل بمعالي السيد الوزير لان يستجيب الى هذه المطالب اولا وجه شكرنا على مجيئكم وتقطيع هذه المظاهرة الشبابية لكوادر شركة الحفر العراقية وتحية لمنبركم الحر ولمشاهدكم الكرام خرجت هذه الجماهير وهذه الكوادر الوطنية العاملة في شركة الحفر العراقية المطالبة بابسط الحقوق وهي المحافظة على الدعوة بسبب التهميش وعدم الاهتمام وعدم تلبية مطالبها لأكثر مرة خرج التظاهرات ونجد أذن صاغية هذه الكوادر الوطنية أنا بس أدوضح المشاهدين الكرام هؤلاء يعملون في ظروف جوية قاسية جدا تحت درجة حرارة 50 المنسلسات الحكومية كلها تعطل الدوار الحكومية كلها تعطل وهو يعملون في أسوأ الظروف الجوية وهم يتعرضون لمخاطر جمى وهو العمل الثاني أخطر بالعالم بعد المناجب لذلك خرجت مطالبة بأبسط الحقوق هي داعمة ورافدة للاقتصاد البلد هي منافسة للشركات الجولة التراخيص هي التي ترفض الاقتصاد البلد في كل عام مليارات الدولارات هي التي جعلت تكفلت البرميل النفط 4 دولار بنظر للشركات الأجنبية التي تكلفت 13 دولار بعدما كانت تكلف 24 دولار بسبب عمل وجهد وأخلاص هذه الكوادر أخفضت الشركات الأجنبية تكلفت البرميل من 24 إلى 13 نحن نطالب معالي الوزير بالتدخل شخصياً من أجل معالجة سلبية لتعرض شركة الحفر بسبب جولة التراخيص نطالب معالي الوزير بالتدخل لإنصاف هذه الكوادر وأعقاق الحق نحن لنأتي من أجل المال أو من أجل شغلات شخصية نحن أتينا من أجل إنصاف شركة الحفر من أجل دعم شركة الحفر من أجل أن تبقى رافض قول الاقتصاد البلد ومنافسة للشركات الأجنبية يجب على المسؤولين أن يعرفوا ويعلموا ويدركوا خطورة هذا العمل يقوم به هذه الشباب هؤلاء الشباب مغيبين في الصحراء هؤلاء الشباب لم يسمعهم أحد لذلك نطالب معالي الوزير وهو أب وأخ لهذه الكوادر أن يكون له حضور وبصمة لمعالجة طلبات هذه الكوادر وشكراً لكم وجزاكم الله بخير بالحقيقة إحنا اليوم شريحة من موظفين شركة الحفر العراقية طلعنا مظاهرة سلمية حتى نعانج الوضع المأساوي اللي يعيش به حقيقة العراق أجمع اليوم الشركات الاستثمارية بالعراق استحوذت بشكل كبير على القطاع النفطي مما سبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلد اليوم الشركات الاستثمارية جولات التراخيس بيقوسيان جاي تأخذ عقود استثمارية في البلد لمدة 25 عام هذه الجولات التراخيس ما شفنا من عندها أي فائد لهذا البلد بالعكس القطاع النفطي في البلد جاي تراجع خطوات إلى الوراء وليس خطوة واحدة فقط اليوم دولة الإمارات سابقا دولة الإمارات كان اعتمادها أولا بالدرجة الأولى كان على النفط اليوم دولة الإمارات أو دول المنتجة للنفط تركت القطاع النفطي خاص صارت الاقتصاد ما لها عايش على السياحة على الصناعة على المعامل اليوم جميع القطاع الاقتصادي في البلد مدهور من سيء إلى أسوأ نطالب السيد الوزير باعتبار الوزير وجناب الأبوي يعني الرسول الكريم قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته يعني يجب على السيد الوزير أن ينظر إلى مطالب شركة الحفرة العراقية يعني باعتبار شركة وطنية قاعدة تنتج بظروف صعبة والمناخ صعبة وظروف صحراوية يقاسون البرد ورغم هذا الناس يعني قاعدين يشتغلون ليل ونهار يجب على الوزير أن ينصف الشركة وينظر في مطالبها يعني شن مطالب الشركة؟ الشركة قاعدة تشتغل يعني إحنا نطالب أرباحنا رواتبنا تتعدل باقي الشركات النفطية يعني الكوادر الأجدبية ومو أفضل من عد العراقيين أقل لها يعني هاي الشركة هي وطنية وقاعدة تشتغل بكوادر عراقية يجب أن يشجع الجهد الوطني وقلوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين صدق الله العلي العظيم بالحقيقة احنا شركة الحفر العراقية أحد تشكيلات وزارة النفط طبعا هاي الشركة إيش قد ما تضحي وإيش قد ما تشتغل وعندها أبراج بالأعمارة وبالناصرية وبغداد وبكل مكانات ماكو حقوق إلها أول شي هي ما معدة من الشركات اللي مقسمة على الوزارة يعني كاعتبروها مقاولة هاي الشيء ثاني المنتسبين 8800 إلى 9000 ما لهم أي حقوق يعني مجرد يعني من دون الشركات تلقى أكو تقصير مع العلم احنا نكون على بين من أمرنا أنه مدير العام الرجال جاييركب وجاييركب ما يواجه على الوزارة فمحد يساعده احنا طلعنا بموافقة مدير العام موافقة رسالة أقسام احنا جاي نحكي مطالبنا مطالبنا كلاتي أول مرة أنا واحد ثلاثي سنة خدمتي لحد الآن ما عند قطعة ترب وقاعد أجار وأنا مدير أقدم زينا احنا بالنسبة لنا شين تظنون أطفالي أنا عدة 18 ما أخذ ثلاث نسوا يعني بيت ما عدي لحدها ملك بالعراق وأنا مدير بوزارة النفط يعني حتى أهلي وقع يقول شون انت مدير ولحد الآن ما عندك هاي واحدة حالة من الحالات شيء ثاني شان عندنا ضمان صحي يعني أنا عند ابن مريض أروحي طول 80% من التكافل هاي شالوها الشغلة الثالثة إحنا شركتنا ما جاي طول حقها اللي يستحقها الشركة أبراج وحفور وسبير بارت وموارد احتياطية وناس يستغلون بظروف صعبة يعني اللي يريد يشوف خلي يتابع على الفيس يشوف شركة الحفل العراقية شو شغل يعني بالرمل مناطق عندنا ما تقدر توقف بيا جاي نشتغل بيها شنو شنو السبب هال هالإهمال هاي بها الشركة فنطالب قطع أراضي ونطالب حقوق ونطالب جعل الشركة الحفر العراقية كما كانت أنا متعين بالـ 88 لحد الآن الشركة جاي تنزل إلى الأسفل ليش شنو شركة مطلوبة وإحنا عدنا 40 برج يحفر على أساس زيان ضمان صحي ماكو الحوافز نماء على كل إحنا جايين وقفة إسلاء بالضبط السلمية جايين نطي أرانا السيد الوزير سمعنا سمعنا ما سمعنا نظل نحتاج يومية إلى أن نأخذ حقوق موسيقى موسيقى أول شي هنو ما عدا مطالب بس إحنا نسمونا شركة الحفر العراقية أكثر الناس ما تعرف شو من شركة الحفر العراقية عامود عامود وزارة النفط شركة الحفر العراقية بإحنا نطلع النفط من القاعب من قوسين جت جولة التراخيص همشتنا يعني الحقول اللي ما بها مشاكل بالفورميشن يعني بالطبقات يطول الشركات اللجنبية فلوسنا يطول الشركات اللجنبية برجنا عراقي كادرنا عراقي للشركات اللجنبية تشتغل بي ليش عدنا كفاءات ونقدر نحفر احنا ليش يطول الشركات الاجنبية انت ذات قارن هلسة ذات تريد قارن قسموني قسميا شركات الجنبية وجهد وطني احنا الجهد الوطني احنا المغضوب عليهم شركات الاجنبية شوف شقد طلعت كم برميل وجقد تكلفتين كم مليون دولار وباع الجهد الوطني كم برميل طلع وجقد تكلفته ماكو مقارنة بالموضوع عبدا الموضوع ان انا انه تشجل تطل الشركات زين خدماتي ااني كان بالصحراء دوام 12 ساعة طبعا انا مو قل لك انا 12 ساعة ايا لازم 14 ساعة دوام يبدي من 12 من الستة الصبح العفو من الستة بالليل استلم شفت من الستة بالليل الستة الصبح لا عطلة لا مطر لو تضب حجار ما نوقف اياه ولد ابو الشركات الاجنبية مفر لكل شي حتى البريمة الزيانة حتى البرج الزيان والجهد الوطني يطلع الشغل التعبانة تدري تواصل مرحلة انه يفكون معدة من برج مالتنا يطون مثلا شي عطل قد الشركات الاجنبية يفك من الشركات الاجنبية يجيبها للجهد الوطني احنا العاطل نشتغل بيه وياخذ مالتنا ليشتغل يودي للشركات الاجنبية ليش عدنا كفات زيناء خدمات اذا احنا احنا بترب صحراء خليها ببالك ناس الدوم 14 سبعة يام مناوبة ما عدنا عطل السنة كلها حتى انتخابات ما الحكومة احنا احنا من احضرها حتى مجالس محافظ من احضرها ليش ينطي ينطي خدمات الشركات الاجنبية فايف ستار واحنا سالب خانسة والله تجي تبجع لحالنا لا كارفان بيخير لا منام بيخير لا اكل بيخير زين انت مقارنة بالشركات البقية التوزيع الخطوط انابيب غاز اتباع احنا مهمشين ليش احنا مهمشين مع العلمة احنا لأساس تدري انت حشرك حفر الهابر النفطية الثاني اصعب شغلة بالعالم من بعد المناجم روح شوفوا بقية الدول شون يحترموا احنا بشرك تمام احترام هذا ينصاب او ينشل من قطع راتبة عدنا عالم هذا انصابة تدبط على ملايين شطهم كشو ماطهم هاي مطالبنا انصافرت بس انصاف لا اكثر ولا اقل والله 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 رو الله ابدوني يا هذه اللاما نصت فخلتكم امتجوري ياها الحكومة الخايفة بليك لوني ياها الحكومة الغيفة من اللي قلوا له غشة بالحضارات تهمش الكفاء غشة بالحضارات تهمش الكفاء والله 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 ضرمتونه والله 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 ضرمتونه نحن لليوم الثامن اعتصامنا مستمر مهندسية النفط اعتصاماتنا نطالب الوزارة ببداياتنا استمارة وجينا قابلنا بالوزارة لحد الان ما صار شي رسمي نريد نعرف شي رسمي من الوزارة قد عدد درجات الوظيفية عددنا 1500 مهندس نفط ما طلبنا واحد لا غير نطالب بتعيين الكل بدون استثناء كلنا 1500 لازم نتعين الوزير مسؤول يوفر لنا هذا الطلب لا ما عدنا غيره طلبنا تعيين المهندسين العاطلين العمل سواء كان خارجي اهلي حكومي عددنا 1500 لكل يتعين السلام عليكم نحن موقفين اليوم التاسع على التوالي نطالب بتوفير درجات وظيفية لجميع مهندسين النفط خصوصا للأهلي والحكومي وخارج العراق طبعا اول بداية اول وقفنا الاعتصام اللي قبله هذا كان تقريبا بداية الثالث اجينا هنا وقلونا نوفر لكم درجات وظيفية لكل المهندسين اللي موجودين بعدين قطونا استمارات رحنا قابلنا وماكو اي شي من هذه الاستمارات فقط بس وعود وتخدير ماكو اي شي فنطالب من سيد الوزير ينظر انه وتوفير درجات وظيفية لكل المهندسين المتخرجين طبعا احنا من 2013 من 2013 لحد الان المهندسين ما متعيني والاجانب يطونهم سبع اضعاف اللي راتب اللي يطونها للعراقي احنا مطالبنا من بينة واضحة احنا مهندسين نفط نطالب بالتعين الشامل لكل مهندسين النفط ولليوم التاسع صارنا محتصمين ومفترشين على الرصيف ولحد هاي اللحظة ولا اي مسؤول من الوزارة اللي نزللنا ولا اي شخص واحنا باقين ومحتصمين لحد التعين الشامل للكل بدون انسحاب وبدون اي شي حياكم الله ومشكورين على جيدكم وعلى طلاعكم على طبعا مثل ما يشوف ذول ابناء العراق الصحوات صارنا من سنة 2009 متحولين على وزارة النفط وداومنا بوزارة النفط فترة يعني سنتين اتلاف لو حولونا من ثم الى الشركات المحهد نفط الوزيرية ومحهد الوسط والتاجيات واللطيفية اربع جهات فقدموا كتب تعيني على الملاك الدائم لكن رفضا من قبل حسيب الصدر الوكيل الاخدع من وزارة النفط مرة حسيب الصدر يجع منه فراس الصدر اللي هو يلوحه بالقرابة ايضا كل ما يرفعون كتاب يرفضه فمثل ما يشوف احنا طلعنا اكثر من المظاهرة ودائما نجهنانا من المظاهر يوعدوننا خير تاله تطلع الوعود كلها اكاذيب وكل قولتها تبنيج يبنجوننا وظالين هاي يوميا طالعين مظاهرات ويوعدوننا خير حسي قالوا موافق الوكيل والوزير بقد شغلتنا يوم امانة مجلس الوزراء فقط بس موافقتهم فاحنا هاي مثل ما يشوف طالعين ابناء العراق الصحوات يطالبون بحقوقهم المشروعة والمسلوبة والمنهوبة من قبل السياسيين فاحنا نطلب من كل شريف وكل خير وعين على الوطن يباوع على هاي الناس اصحاب العوائل 2063 واحد العدد كلي فاحنا نطلب من كل شريف يباوع على هاي الناس والله حتى كراوه ما عدها تجي الاغلبية سمادها المظاهرة كراوه ما عد يجي راتب 350 فاحنا نريدها سواسية حان نحال الناس اللي توظفوا مزلي الكهرباء عدة وزارات توظفوا التربية ترجمة نانسي قنقر احنا خرجين هندس النفط هذا الاسبوع الثاني هذا الاسبوع الثاني احنا بالاعتصام ومستمرن بالاعتصام الحين تحقيق مطالبنا بداية ذاك الاعتصام جوي قطعة والاعتصام مالتنا انه فوتوا اخذوا الاستمارة والعدد راح يكفيكم كلكم تمام نعين كل خرجين وخرجات هندس النفط فتنا اخذنا الاستمارة وقابلنا وراها عرفنا بالمقابلة اكو شروط وضوابط منعدها سوونا امتحان منعدها استبعدة واللي دارسين نفط بالخارج منعدها اصحاب المعادلات القليلة ما راح يعني ما راح ينقبلون تمام والدرجات الوظيفية عرفناها انه هي في 250 درجة وظيفية اذن احنا عددنا 1800 تقريبا ال250 من يتنافس عليها وراح تكفي احنا الريض نفض ال250 والريض عددنا كلها يتعين هذا حقنا احنا درسنا وتعبنا والكل تعب احنا الريض كنا نتعين الرد للجاة المالية والأعظام المجلس النواب يقولون ما كوهيش عدد مهندسين نفط قائدين وما متعين تعينهم مركزين زين ملو العديد احنا شنو ذول الواقفين وبعده كومة عداد زين منسونا ذاك الاعتصام من السحبة والثمارة صار عددهم العدد الكافي عفوا كم عدد الخرجين يا سنوات من يا كليات متخارجين يعني عفوا هس عددنا الفعلي فيعني لازم يساوننا حال الانسان مني يمر بمشكلة يحلها يعرف شنو الطرق حتى يحل المشكلة هو يعدهم طرق ويقدرون يحلهم مشكلتنا بس ما على اسف ما عرف طبعا سيد العزيز احنا هذا ما هو الاعتصام لنا هذا الاعتصام الثاني على التوالي بس احب اذكر الوزير اول ما سلم المنصب قال سنعد ابنائنا من خرجين هندسة النفط بالانصاف وين الانصاف يا سيد غضبان ما كنت تهميش قاعد اللاقي عمليات تهميش يعني ناشدنا الحكومة ولا واحد اجا شاف شريد شاف مطالبنا طلع عليها السادة النواب انتم متمثلون الشعب تعالوا شوفوا ابنائكم يعني اذا واحد من ابنائكم واقف هنا ما تجون تحرقون الدنيا تعالوا شوف شريد شوفوا مطالبنا واقفوا ويانا انتم اللي تمثلون الشعب المبرضات سكلهم موجودين هنا بس احنا ثمنت يام بايتين هنا على الرصيف اذا شوف تاخذ لقطاتهم منه وهذا اليوم التاسع على التوالي وما اكو اي استجابة من الحكومة ولا واحد جاء قال ان السلام عليكم يا باش محتاجين وباقي احنا هنا احنا مو عراقيين لنا حق بالتعين على هذا الوزارة وين نروح واختصاصنا محدود ما انه غير شغل غير بالوزارة هاي سابقا كان مركزي بس الادارة السابقة للوزارة يعني هي اخفقت بالتعين للمهندسين النفر والشركات الاجنبية جولات التراخيص هي اخذت حق المهندسة العراق وقاعدت تشتغل والله العظيم اليوم الصبح سيارات قاعدة طب للوزارة صينيين كوريين يباعون يضحكون علينا يستهزؤون بنا يعني ليش حراماتيش كفاءات عراقية قاعدة تروح بلاش نطلب غير جنسية مثلا غيراني عراق وطالب بحقي اريد نشوف استجابة ماكو اي استجابة من الحكومة ماكو الان متى الان متى يعني حقوق الانسان وين هسأل غير الغير اسأشوف ابنائك نايمين عرصيف تعال شوف شير يدون اذا صابهم اي سوء او مكروه غير انت المسؤول انت الحكومة انت المسؤول ما شوفنا اي شي انا بالنسبة لي احد ابناء المهندسين اللي اللي مظاهرين وطالعين هنا مع تصمين احنا اباهم انا موظف واخذت اجازة حتى اوقفوا اياهم لان هؤلاء تعبنا عليهم وصرفنا دم قلبنا حتى بعدين يساعدوننا انا موظف وزارة الصناعة راتبي اربعمية وخمسين ها في وزارة اعدي خمسطعس سنة خدمة اعدي سبعة بالكليات اللي بالكليات وبالجسمة ودي نصرف عليهم نشتغل عمالة ونشتغل تاكسي فوق الوظيفة اللي متكفينة حتى نوصلهم حتى يعينون نفسهم ما لازم يعينونه يعينون نفسهم تالية يلقون نفسهم هم قاعدين هم ماكو عمل لعد المن هو المن تعب ووصل لها المرحلة هذه ودراسة صعبة انا اشوف بنتي ليه المتنامة ليه المتنامة حتى توصل المرحلة هذه وتلقى نفسها قاعدة والولد يلقى نفسها قاعد يريد يزوج يريد استقرار يريد بيت نفطنا وخيراتنا للاجانب هاي الاجانب هاي السيارات الاجنبية هم اللي يباعوها عليها نصع لهم يعني اكو واحد يجيب شركات 80% العمالة الاجنبية ويطيها دفاتر دفاتر حتى حتى روحت للتوالية محسوبة عليها بالدولار وروحت وجيت وسفر وونست الاجنبي وهذا بخمسمية المهندس اللي يتعب عشرين سنة بخمسمية ما يعينوه ويعينون ابناءهم بالنفط قاعدين بموقع هم اعترفوا هم اعترفوا رحيم الدراجي يعترف يقول موقع بديل ها بالمطار يجون ابناء المسؤولين يوقعوا يا خضرات بكل واحد ست ملايين سبع ملايين واحنا ابناءنا ظل بالشمس احنا نقبل نقول اليهودي ما بقلبه رحمه هسه لازم المثل اليهودي يرحم اليهودي ما شفنا يهودي ضر يهودي اليهودي بروسيا وقلبه اليهودي بفلسطين واحنا هسه قمنا نروح للدول الاجرابية ياخذ حقه المسلم يشرد من بلده مهان ما عدا حق ما عدا حقوقه الاساسية ما مستلمها والله الوزير هو ده يشوف والمفروض هسه الوزير يجي يوقف ويأبناء ويشوف مطالبهم ما يستهين بيهم هاي صار لهم تسعة تسعة ايام واليوم العاشر يمكن نايمين عن رصيف يعني حتى ما يخلونهم يبنون خيمة يستضلون بيها عن الشمس والحر هاي حتى الوانهم صايرة سودة يعني انا اجت وصلت بتي لنا ومنشفت وضعيتهم اتهسترت وين هو الوزير يا وزير احنا ما عدنا حكومة تراعي شعب حكومة تراعي مصالحها واحزابها ما لها شغلة بالشعب الوطن هذا وزعوه عدوا للجوار واحد السورية التركية واحد اليران واحد السعودية والامريكا والاسرائيل وزعوها خياراتنا تاكل بيها الدول واحنا نقدي هناك اللي منزب باله خياراتنا الدول تاكل بيها تفرهد بيها امريكا واسرائيل وإيران والسعودية وتركيا صارين احنا كلهم تجار ويجيبون ويشمرون بهذا البلد وقفوا الزراعة ووقفوا الصناعة ووقفوا البلد كل دمروا في سبيل يصيرون تجار هم يجيبون يخلوا هذا البلد مركز ما النفايات ما السكراب العالم ما البضاعة العالم يمشونها بيه ويطلعون مليارات العراق يبنون بيها بالدول بالدول يبنون بيها والشعب هذا ظل بوقل الفلوس ابنونا هنا خلني نشتغل عمال عيدكم خلني نشتغل خدم عيدكم ابنونا مصانع شغلونا المصانع شغلونا معامل ابنونا فتشي جديد قاعدين بقصور صدام الله يلعنه ودواعر صدام اللي كانت تشتغل وقفتوها شن اللي قدمتو ألينا شن اللي قدمتو جموع خريجي هندسة النفط العاطلين عن العمل ومعطلين بالأحرى صار لنا أكثر من ثلاث سنوات ماكو أي تعيينات إلنا وأكو خريجين همين قدماء من 2013 و10 و11 آني 2013 وأكو خريجين كليات أهلية وخريجين من الخارج إحنا نطالب ما طالبنا وطالبنا بيها قبل ما استجابت الوزارة استجابت كانت عبارة عن حلول ترقيعية استمارة وزعوها وإحنا ما نعرف أصلاً عدد الدرجات الوظيفية ما نعرفها مجرد استمارة ومقابلة وها هي فإحنا اللي نريده شنو نريد درجات وظيفية تشمل الكل إحنا الخريجين وصل عددهم العاطنين عن العمل وصل عددهم حوالي 1400-1500 خريج زين دولة إلى متى سنة وراء سنة جاي الضاعفون كليات هواية أهلي خارج نريد حلول جذرية للكل نريد الكل ينشمل بالتعين مو بس الحكومي والأهلي ما ينشمل وبالخارج ما ينشمل ليش الأقسام الأخرى الصحية والطبية ليش ينشملون سواء كانوا خريجي خارج سواء كانوا أي خريج هاي نقطة ونقطة لخ حاجز العمر قسم عمارهم ترى وصلت يعني راح تعبر الخمسة وثلاثين ليش يعني ليش فرصة منعدهم إذا هالسنة راح تخلص بعد نريد يعني الكل ينشملون بالتعين نريد درجات وظيفية تحتوي الكل السلام عليكم أخويا عليكم السلام أحنا مجموعة المهندسين نفوط أعتقد أن الموضوع صار لعشرة أيام وخص صد كبير وبصراحة هذه المهندسين محتص من صد عشرة أيام نايمين على الرصيف ولد وبرنات الفكرة ما بيها الموضوع أخذ يعني صد كلش قوي والوزير ولا معبر رأسة الوزراء البرلمان يعني ناشر أي جهة مسؤولة أنه توقف تحل هذه المشاكل يعني ما يصر الشباب العراق نايمين صالم عجل تهم عن الرصيف والوزراء والمدراء العام يمرون منها كأننا ما تشفاف والله ما حشوف قلنا نزم عليك جامل يا أخ ما أعرف لا أي وضع وصلنا نحنا عراقيين الخصائب كل شي شهادة نرخصوها دم نرخصوها إلى وين يوصلون يعني عمارنا 30 سنة وواحدنا حدث سمام تعيين 32 سنة قانوني يأخلوا واحد بعد ما يحق للتعيين هاي وحدة أسباب وما يعداره بشينو شي يقول لك يقول لك والله راتكم ميزانية ورصد مالي وموازنة جديدة أريد حسبوك حساب رياضيا تعرف أنه وإحنا ما يقارب 1800 إلى 2000 مهندس إذا نجي نحسب كل مهندس 2800 ألف يطلع بالشهر 1.600.000 دولار 1.600.000 دولار تعرف أن العراق يصدر شهريا ما يقارب 168.000 دولار يعني إحنا كل شي نراد أنه من كل يوم 45 سنة 45 سنة من البرميل يتعين 2000 مهندس يجي قل لك والله ما عندي ميزانية هذا كذب إنه أعذار ما يريدون يحلون لا أكثر ولا أقل أخويا هذا كله عندي نحن خريجين هندس النفل صار لنا أكثر من 10 أيام نحن نايمين بالشارع عاني أتحدى أي واحد منهم أي مسؤول يقبل أخته أو بنته تبات على الرصيف عدنا بنات هنا قاعدات على الرصيف والوزير قدام عينا البار حيروح الكركو وكيدفقد الأحوال وإحنا قدام عينا ما يشوفنا وقدام أنظار الوزارة فالناشد الرئاسات الثلاث ناشد المسؤولين الناشد أي أحد يدخل بقضيتنا إحنا مجموعة من خريجي هندس النفط العاطلين عن العمل عددنا ما يقارب 1800 مهندس ومهندسة مع تصمين لليوم العاشر الشباب نايمين يعني على الرصيف هناك ولا أحد عبرنا ولا أحد نزللنا من الوزارة الناشد الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس النواب وناشد وزير النفط الثامن الغضبان المحترم أن ينظر لقضيتنا ويشوفنا حل بأسرع وقت لأن إحنا صار إنا أكو بيهم عمرهم يتجاوز لثلاثين وبعتهم لحد لا ما متعين يشوك تيكون حياته يشوك تيكون حياته يشوك تيكون لا شركة تقبلنا لا شركة أهلية لا شركة حكومية قال أنه أكو أعداد وظيفية تستوعب عددكم كلكم الطونة استمارة بذاك الاعتصام قال أنه أكو درجات وظيفية تغطي العدد الكلي الموجودين 1800 مهندسة ومهندسة بس يعني انصدمنا لحد الآن ماكو أي درجة وظيفية ولا علنوا عن أي درجة طبعا هذا اليوم التاسع على التوالي يعني هذا اليوم الثامن كمل دخلنا باليوم التاسع مطالبنا كانت كل شيء بسيطة أكثر من مرة طالبنا الوزارة بإيجاد درجات وظيفية والوزارة مو عاجزة عن إيجاد درجات وظيفية بس الوزارة دائما ضليعة بإيجاد الأعذار دائما ما تجدنا أعذار أعذار واهية وتقنعنا بها بس هالمرة وقفتنا غير شكل هالمرة ظهورنا واستمرار الاعتصام لحد ما يتعين الكل وما أكو تفرقة لا بين خارج ببلد ولا بين كلية الأهلية ولا بين كلية الحكومية لأن الدرجات متوفرة والوزارة قادرة على توفير درجات فهذا فشي يصير وبسيط وإن شاء الله مستمرين لحد ما توفر دائما ودرجات أنا لدناشد رئيس الوزراء يشوف حال أولاده ينامون بالشارع صار هاي عاشر يوم تسعة يام بتناول يوم العاشر ما حد عبرنا ما حد قال إنتوا شنو إحنا مهندسين نفط مو مهندسين كهرباء ولا أعمار ولا مهندسين معماري ولا معاهد نفط إحنا مهندس نفط مهندس النفط تنذل كرامة لهاي الدرجة ما معقولة بأي دولة بأي دولة في العالم أنه يهنون مهندس النفط لهاي الدرجة ما صايرة يعني إحنا مو طلباتنا تعجيزية ولا طالعين بطرا يا سيادة الوزير يا سيادة رئيس الوزراء إحنا طالعين طالب أنه تعينونا وإحنا راح ما نكلف الدولة مثل ما راح يكلفها لأجنبي يعني الأجانب جيد حاليا بالشركات يأخذون 5.000 6.000 دولار حتى مو فورمان وغيرهم يعني حتى مو مهندسين نفط إحنا مهندسين نفط ورح نشتغل بأقل من المهندس الأجنبي يعني أعمارنا كبرت بالعمر يعني أغلبنا صار 27-28 يعني خلال هالسنتين إذا ما تعيننا يا سيدي يا رئيس الوزراء يا سيدي يا وزير النفط راح نقعد بالبيت بعد ما نقدر ذهنا شيء اختصاص كلش 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 دقيق يعني لا تقبلنا معاهد ما لشرطة لا تقبلنا معاهد هاي المعاهد اللي نامال كليات القوة الجوية ولا أي معاهد تقبلنا ولا أي شغل يشغلوننا ولا أي دائرة تشغلوننا إحنا مضطرين إلا نتعين بالنفط لهذا إحنا ما أقين باقين هنا إلا تشوفون نحل شغلتنا إحنا ما نتحرك مننا إلا ناخذ كلام من السيد الوزير أو من رئيس الوزراء بتثبيتنا تثبيتنا يعني أو تعين موسيقى موسيقى وموسيقى حقنا ما نزلنا وكلنا ويا كلنا حقنا ما نسلنا لا سيدي يا ربا وغضا يا حقنا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى